انا سعيد شبيب وحيكم واتولى على تقديم حصاد الليلة مع زميلتي شيرين درويش مساء الخير سعيد اهلا بكم مشاهدينا الى الحصاد نبدأه بابرز واهم العنوي العراق تتلقفه كوتلونار واحلام من دم كاركوك الناصرية وكردستان كل واحد دعم يمكنه نصغير كبير ما اخله يعني اي شخص منذ بالمطعمين كلها تستشدين بعد ان نقض التفتيش 25-30 متر تحولت السيطرة الى كتلة وكتلة من النار استشهدوا ستين عراقيا واصابة ثمانين تفجير اجرامي دامي يضرب ذيقار بعد يوم من زيارة العبادي وتفقده الاهوار بقارب المشحور بعد ضغوطات وصفت موقف الحكومة بالضعيف العبادي يطلب ايقالة نجم الدين كريم محافظ كاركوك والقرار يصدر بالاجماع البرزاني من يريد ان يجرب حظه في محاربة الكرد فالميدان مفتوح وليجرب انسحابة متوالية لاعضاء البرلمان الكردستاني من البرلمان العراقي خلال 48 ساعة على التولي في قرارات تمسه اتمنى على الجميع ان ينظروا الى الموضوع نظرة جدية واقعية ويحاولوا بكل الوسائل المتاحة لمنع الانزلاق الى الحرب الاهلية العامري يحضر من اندلاع حرب اهلية بين العرب والكرد قيس الخزعلي العصائب لن تسمح باي محاولات للعب على وطر القومية لاقتطاع اراضا من الدولة نبدأ هذا الحصاد من المشهد الامني حيث سقط اكثر من 140 عراقيا بين شهيد وجريح في تفجير الاجرامي مزدوج استدفى مطعما وحاجزا للتفتيش غربي مدينة النصرية مركز محافظة ذيقار في واحد من اكثر الهجمات دموية في العراق ونقلت رويترز عن مصادر امنية عراقية قولها ان الهجوم الاول نفذه انتحاري على نقطة تفتيش فدك التي تقع على الطريق السريع الذي يربط محافظات البصرة وذيقار والمثنى فيما استدفى التفجير الانتحاري الثاني مطعما يقع قرب السيطرة تلاه حصول الشبكات مع المسلحين اسفرت عن استشهاد 60 عراقيا واصابة اكثر من 80 بجروح وتحدثت مصادر طبية عن مصرع ثلاثة ايرانيين واصابة اخرين خلال الهجمات وقال مدير عام صحة ذيقار جاسم الخالدي ان حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع وجود اصابات خطيرة بين الجرحة هذا واغلقت محافظة المثنى جميع مداخل المحافظة ومخارجها اثر الاعتداء الارهابي الذي وقع عند حدود محافظة ذيقار مع المثنى زوار ايراني منشئ حوالي اربع منشئات ظلوا يكتوني بسيارتين سعيدون لسيارتين هنا كلها والبيكة ما ظلوا يجون وين يمشطون هما نمطبوا للمطعمنا ظلوا كل واحد دام من كتونة صغير كبير ما خلوا يعني اي شخص موجود بالمطعمنا كلها تستشهدين متوجهانا من البصر الناصرية وصلت السيطرة من الناصرية اللي على السريع الدولي بعد ان نقض التفتيش 25-30 متر اتحولت السيطرة الى كتلة من النار وما حسيت الا الشرطة السعفوني ورستوني المستشفى الناصرية الحصيلة الاولية للاعتداء الارهابي الذي طال محافظة ذيقار هذا اليوم هو خمسين شهيدا وسبعة وثمانين جريحا قسم هؤلاء المصابين وشهدائهم العراقين والقسم الاخر من الجمهور الاسلامي الايراني من الزوار القادمين للعراق قام دائرة الساحة الذيقار باستنفار جميع جهودها وهرعت سارات السعف للمكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى الامام الحسين التعليمي وكذلك نقل الجزء الى دائرة الطبي العدل في غدون ذلك كشفت مصادر امنية في البصرة ان عددا من منافذي هجوم ذيقار فروا باتجاه محافظة البصرة وان القوات الامنية بالمحافظة رفعت حالة التأهب القصوى وقالت المصادر ان اجراءات مشددة تم اتخاذها في مناطق رميلة وحقل صبة لحماية الحقول النفطية الواقعة بالقرب من الخط السريع بين البصرة وذيقار ولم تستبعد المصادر حصول تفجيرات في البصرة مماثلة لتفجيرات ذيقار بعد تسلل مقاتلين غماسيين من تنظيم داعش الى حدود محافظتي البصرة وذيقار عبر الصحراء وانضم معنا للحديث عن هذا الموضوع محافظ ذيقار السيد يحيى الناصري سيد يحيى اهلا بك تفجير اليوم ماذا يقال بحقه ومن هو المستهدف ولمن الرسالة سيد يحيى هل تسمعني اذا نسأل سيد يحيى الناصري عن موضوع التفجير الذي استهدف ذيقار وقيل بان احتياطات مشددة قد تخذت بين البصرة وذيقار منعا لحصول اي تعديات امنية واي احداث اخرى في المستقبل القريب مرة جديدة بناء على المعلومات التي توفرت حول التفجير ذيقار حيث سقط كما ذكرنا في بداية هذا الحصاد اكثر من 140 عراقيا بين شهيد وجريح في هذا التفجير الاجرامي المزدوج الذي استهدف مطعما وحاجزا للتفتيش غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار في واحد من اكثر الهجمات التي وصفت بالدموية في العراق رويترز نقلت عن مصادر امنية قولها ان الهجوم الاول نفذه انتحاري على نقطة تفتيش فدك التي تقع على الطريق السريع الذي يربط محافظات البصرة وذيقار والمثنى استهدف التفجير الانتحاري الثاني نبقى طبعا في موضوع ذيقار الموضوع الامني الاهم في حصاد اليوم التفجير الثاني استهدف مطعما يقع قرب السيطرة تلاه حصول اشتباكات مع المسلحين اسفرت عن استشهاد ستين عراقي واصابة اكثر من ثمانين بجروح لتكون هذا الحصيلة النهائية استشهاد ستين عراقي واصابة ثمانين بجروح فيما تحدثت مصادر طبية عن مصرع ثلاثة ايرانيين واصابة اخرين خلال الهجمات ايضا مدير عام صحة ذيقار جاسم الخالدي قال ان حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع وجود اصابات خطيرة بين الجرحة واغلقت محافظة المثنى جميع المداخل والمخارج اثر هذا الاعتداء الارهابي الذي وقع عند حدود محافظة ذيقار مع المثنى الحصاد مستمر من الشرقية نيوز البرزاني من يريد ان يجرب حظه في محاربة الكرد فالميدان مفتوح وليجرب بعد ضغوطات وصفت موقف الحكومة بالضعيف العبادي يطلب اقالة نجم الدين كريم محافظة كاركوك والقرار يصدر بالاجمع في شأن اخر برلماني صوت مجلس النواب العراقي على اقالة محافظ كاركوك نجم الدين كريم بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء حيدرد عبادي وقاتع النواب الكرد في البرلمان العراقي جلسة اليوم التي حضرها 173 نائبا صوتوا هذه المرة بالاجماع على اقالة المحافظ نجم الدين كريم من منصبه بالاحرى وكان النواب الكرد قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان لتأجيل اقالة محافظ كاركوك لاعطاء الفرصر الوفد الكردي الذي قد يأتي الى بغداد من اجل التفاوض الا ان اكثر النواب الحاضرين رافضوا الطلب الكردي ما دعا رئاسة المجلس الى طرح موضوع الاقالة خلال الجلسة نعم قدم الى مجلس النواب طلب مفاده الاتي اشارة الى كتاب الامان العام لمجلس النواب الدائرة البرلمانية ذي العدد شين لام 1-9-2-9-2 ومرافقة الطلب الموقع من قبل 124 نائبا بموجب الكتاب المرقم بالعدد 1-0-4-8 في 18-8-2017 تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بالطلب من المجلس الموقر اي مجلس النواب الموقر باقالة السيد محافظ كاركوك وذلك حسب ما جاء لتعريضه وحدة محافظة كاركوك الى التصدع والاخلال بالوحدة الوطنية للمحافظة وحسب الصلاحيات المخولة لمجلسكم الموقر بموجب المادة 7-8-2 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والرأي ما يراه المجلس التصويت على إقالة السيد محافظ كاركوك إذن حصلت الموافقة شكرا جزيلا ونبقى في تداعيات إقالة محافظ كاركوك إذ قال رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني إن تصويت البرلمان العراقي على إقالة المحافظ أنهى الشراكة مع بغداد وقطع طريق أمام أي مفاوضات البرزاني أكد في كلمة له في مهرجان بمدينة زاخو أن الاستفتاء على استقلال كردستان لن يؤجل في حال توفر بديل يرضي شعب الإقليم وليحدث ما يحدث لقد جربنا جميع الطرق مع بغداد لكن العراق أعطى نموذجا سيئا للتوافق والشراكة وبعد تصويت البرلمان العراقي على إقالة محافظ كاركوك فإنه لم تعود هناك أي شراكة أو توازن مع بغداد لقد اجتمعت بممثل الدول الكبرى وطلبوا مني تأجيل الاستفتاء وقالوا إن الوقت غير مناسب لأجرائه نحن قلنا لهم إن كان هناك بديل عن الاستفتاء يرضي شعبنا فنحن جاهزون إذا تم تقديم بديل أفضل عن الاستفتاء فشعب كردستان سيتخذ قراره أما إن كان الهدف هو فقط تأجيل الاستفتاء فإن الاستفتاء لن يؤجل وليحدث ما يحدث وليس ببعيد عن هذا المشهد حيث رد رئيس إقليم كردستان مسود البرزاني على تهديداتي ووعيد جهات سياسية تجاه الإقليم وقال إن من يريد أن يجرب حظها في محاربة الكرد فالميدان مفتوح وليشرب إن حرق العلام ليس من شيامنا وأخلاقنا وإن بعضهم يتبجح بحضارة عمرها آلاف السنين وما هم إلا مافيات فأصحاب الألسنة الصليطة في بغداد لا يزال خبز وماء كردستان ببطونهم إن معادات الكرد تزداد يوما بعد آخر نحن لا نريد إراقة قطرة دم واحدة أو نهدد أحدا ولكن من يريد أن يجرب حظه في محاربة الكرد فالميدان مفتوح وليجرب وكان ممثل أدول العظمى قدموا مقترحا بديلا عن الاستفتاء إلى رئيس إقليم كردستان حسب ما أفاد بيان لرئاسة الإقليم مسعود البرزاني وقال بيان إن البرزاني تسلم من ممثلي الدول العظمى مقترحا بديلا عن الاستفتاء لم تكشف عن فحواه رئاسة الإقليم إلا أنها أشارت إلى أن البرزاني وعد ببحث المشروع مع القيادة السياسية الكردستانية وسيرد عليه قريبا واجتمع البرزاني اليوم مع بريت ماكورج ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أربيل لبحث موضوع الاستفتاء على استقلال كردستان وقالت مصادر كردية مطالعة إن البرزاني طلب من ممثلي الدول التي اجتمع بها سلسلة من الإجراءات فضلا عن ضمانات بالاعتراف باستفتاء الإقليم على الاستقلال مستقبلا في حال تأجيله حاليا وقالت المصادر إن الأكراد يطالبون على الفور بإعالة جميع المناصب التي فقدوها من الحكومة المركزية بما فيها وزارة سيادية وخمس وزارات أخرى ورئاسة أركان الجيش وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات والأمن الوطني والمنصب الثاني في وزارة الداخلية كما يطالب الكرد بأن تقوم الحكومة المركزية بدفع المبالغ المتأخرة والمتلكئة منذ ما يزيد عن أربع سنوات واستمرار صرف مستحقات البشمركة خارج تخصيصات الميزانية الخاصة بالإقليم البالغة 17% من الموازنة الاتحادية ومن بين مطالب الأكراد الأخرى هو أن تعترف الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بنتائج للصفتاء الذي سيجري في مرحلة لاحقة بما في ذلك الاعتراف بالدولة الكردية الناشئة وتبقى للمصادر ذاتها فإن الأكراد يرفضون أي محاولة تمنع ضم كاركوك وأجزاء من الموصل وديالة وصلاح الدين إلى الأقليم نبقى في تداعيات هذا الموقف حيث رد محافظ كاركوك المقال نجم الدين كريم على قرار إخالته من قبل البردمان العراقي بأنه قرار باطل وأن مجلس المحافظة هو الجهة الوحيدة المختصة في سحب الثقة عنه وقال كريم في بيان إن إقالته ليست من حق رئيس الوزراء أو مجلس النواب لأن مجلس كاركوك الحالي لا ينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بل يعمل وفق قانون بريمر رقم 34 الذي حددت عيين وإقالة المحافظ حصرا من قبل مجلس المحافظة الذي يعمل بالقانون هذا وما زال يعمل به وأكد النجم الدين كريم أنه سيبقى في منصبه وسيؤدي مهامه وأن قرار البرلمان العراقي باطل ولا يعني لكاركوك شيء إذن مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل الظاهر على الشاشة الآن آلة الطالباني وهي النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني في أول المواقف المرصودة على تدعيات إقالة محافظ كاركوك تدعو محافظ كاركوك لتبرئة نفسه إذن آلة الطالباني تقول إن محافظ كاركوك نجم الدين كريم عليه أن يبرئ نفسه من تهم الفساد الموجهة إليه وكذلك أن يبرئ نفسه أمام أبناء كاركوك إذن مشاهدينا نشير من جديد إلى موقف النائبة آلة الطالباني عن الاتحاد الوطني الكردستاني التي تطلب من محافظ كاركوك إثر إقالته اليوم على تبرئة نفسه أمام المحافظة وأمام أيضا أبناء كاركوك إذن مشاهدينا نذكر مرة ثانية بأول بيان صادر عن قيادية كردستانية يتعلق بموقف إقالة محافظ كاركوك نجم الدين كريم حيث طلبت النائبة آلة الطالباني من محافظ كاركوك نجم الدين كريم أن يبرئ نفسه من جملة القضايا التي أثيرت حوله والمتعلقة بتهم فساد وتلاعب بالمال العام فضلا عن جملة مواضيع أثيرت في مجلس النواب اليوم ضمنا الآن عبر الأقمار الصناعية السيد عرفات كرم رئيس كتلة الحزب الدموقراطي الكردستاني النيابية سيد عرفات أهلا بك المحافظ كاركوك نجم الدين كريم متهم بشق وحدة صف مكونات كاركوك وبالتالي السيد العبادي كما تعلم أرسل الطلب إلى البرلمان والبرلمان بناء على الفقرة سبعة ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم صوت على الإقالة فقامت الدنيا ولم تقعد فلماذا الاعتراض طالما كل الأوجه قانونية شكرا جزيلا يؤسفنا جدا أن مجلس النواب العراقي بدل أن يقوم بتشريع القوانين أصبح وجعل مهمته الأساسية إصدار القرارات مع أن المحكمة الاتحادية تقول بصراحة أنه ليس من حق مجلس النواب إصدار القوانين بل عليه على المجلس أن يركز على تشريع القوانين فلذلك يؤسفنا جدا أن يتحول هذا المجلس الذي هو أعلى سلطة تشريعية في البلد إلى وسيلة لتمرير القوانين التي تصب في مصلحة جهات سياسية معينة وإلى إصدار قرارات ضد إقليم كردستان وخاصة القرارات التي تتعلق بالاستفتاء والأخيرة القرار الأخير الذي يتعلق بإقالة محافظة كردستان فإذن هذه القرارات جميعها قرارات سياسية استهدافات سياسية وليس الأمر متعلقا بتهم فساد لذلك الأمر واضح وهذا حقيقة يدفع شعب كردستان إلى التمسك أكثر بالاستفتاء وإلى المضي فيه ولربما إلى الإسراع إلى إعلان الدولة القادمة التي هي دولة كردستان لذلك على مجلس النواب العراقي أن يهتم بمشاكل المواطنين العراقيين على مجلس النواب أن يهتم بالفساد بملفات الفساد هناك فاسدون هناك مسؤولون فاسدون غارقون في الفساد لماذا التركيز على قضايا سياسية والأمر الآخر ينبغي لمجلس النواب العراقي أن يكون جزءا من الحل لا أن يكون جزءا في المشكلة لذلك الأمر مؤسف ويؤسفنا أكثر أنه ربما نجد في المستقبل قرارات أكثر صرامة ضد إقليم كردستان أو مكونات أخرى أستغرب جدا يعني دعنا نتحدث عن الاستفتاء على سبيل المثال عندما نعرف الاستفتاء الاستفتاء عملية ديمقراطية إذن كيف يمكن لمجلس النواب أن يصدر قرارا برفض عملية ديمقراطية سنتحدث عن الاستفتاء بشيء من التفصيل ولكن أريد أن أسمع منك تعليق على بيان آلة الطلباني النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن إقالة محافظ كاركوك نجم الدين كريم دعته إلى تبرئة نفسه أمام الله وأمام محافظة كاركوك ما برأيك خلف هذا البيان وكيف تقرأ هذا الموقف أولا أقول لزميلة السيدة آلة طلباني فليكن واضحا لها والمشاهدين أن إقالة محافظ كاركوك إقالة سياسية وليس من أجل قضايا الفساد نعم فليبر نفسه فليدب إلى القضاء لا بأس لكن إقالته بات واضحا لأنه حقيقة نحن في الكتل الكردستانية قاطعنا هذه الجلسة وسنقاطع جميع الجلسات التي تستهدف مكون كردستان فالسيدة آلة لا أعرف لماذا أصدرت هذا البيان ما مغزى إصدار هذا البيان في هذا الوقت أعتقد أن هذا الأمر لم يكن منطقيا ولم يكن في محله هذا الرد على زميلة السيدة آلة طلباني الأمر الآخر سيدتي دعني وأعود إلى النقطة الأساسية يعني ينبغي لمجلس النواب العراقي أن يجمع الشعب العراقي أن يحاول تهديئة الأوضاع السيد سليم الجبوري دعني أقول له بصراحة مع الأسف الشديد يعني خذلنا للمرة الثانية ونقول له لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين حقيقة كان ينبغي للسيد رئيس مجلس النواب الذي هو حقيقة الرئيس لمجلس النواب العراقي جميعا عربا شيعة سنة كورت وتركمان لماذا حقيقة يحاول إصدار القرارات التي تخدم جهة سياسية أو مكونا معينة أو طائفة معينة ينبغي له أن لا يستعجل في هذا الأمر كان هناك استعجال في إصدار القرار بخصوص الاستتاء كان هناك عجالة في إقالة محافظة كورتك أعتقد أن وراء هذا الأمر أمرا آخر أو أن هذا الأمر كما تقول العرب قضي بليل أو دبر بليل فلذلك هذا الأمر مستغرب ينبغي على الغاز علينا في هذا الخوار أن نحل الغاز ونفك شفرة من هي الجهة المسؤولة عن هذا القرار وما هو الأمر الذي دبر ماذا تقصد تحديدا؟ والأنت تدعو إلى تهدئة الأوضاع عندما توجه الكلام إلى سيد سليم لشبوري بأنه قد خذلكم ولماذا لم تبقوا داخل قاعة البرلمان وتدافعوا عن أفكاركم وتمرون اليوم تذكرون بأنكم تمرون بنفس مأزق الكتل السنية عندما انسحبت في السابق قبل عشر سنوات من البرلمان العراقي وانسحبت وشاركت وأنتم كنتم توقعون على اتفاقات مع التحالف الوطني الشيعي حسنا أنك سألت هذا السؤال طبعا عندما شاركت الكتل الكردستانية في الجلسة الأولى المتعلقة بالاستفتاء طبعا كان هناك مقترح لخصوص المفردات التي استعملتها سيد عرفات نعم سأتي إليه سأتي إليه ذكرت بأنه أمر ضبّر مع أحد الأشخاص لا تستعجل تفضل تفضل نعم سأتي إليه سأتي إليه يعني عندما دخلت الكتل الكردستانية في مدلس العراقي اتفقوا على مناقشة قضية الاستفتاء فإذا بنا نفاجأ أنه يتحول الأمر إلى التصويت يعني السيد سليم الجبري لم يسمح للرؤساء الكتل أن يتحدثوا عن هذا الأمر وأن يتشاوروا مع الأخوة لذلك كان هناك حقيقة يعني كان هناك شعور بأن هناك استهداف أن هناك إصرار خارجي لا بد من إصدار قرار ضد استفتاء كردستان لذلك كان ينبغي للسيد رئيس البرلمان السيد سليم الجبري أن لا يستعجل لذلك حقيقة وأنا أدرك جيدا أنه يشعر أنه ارتكب خطأا بحق شعب كردستان عندما أصدر هذا القرار لكن ينبغي أن نناقش هذا الأمر وهذا هو العرف المعروف في البرلمان العراقي نناقش القضايا ثم ندخل يعني قبل العيد السيد سليم الجبوري اجتمع مع رواساء الكتل قلنا لهم عندما تكون هناك قضية مهمة نجتمع خارج البرلمان نتفق ثم ندخل القاعة لكن الأمر المستغرب في الجلسة الأولى كان الأمر عكس ذلك مطلقا وهذا حقيقة لذلك قلت خذلنا ونخشى أن تستمر هذه المهزلة دعني أصفها بالمهزلة لذلك أخي الكريم نحن يعني نيابة عن الكتل الكردستانية نحن ندعو إلى الحوار الجدي يعني قلنا لهم هناك وفد كردستاني سيزور بغداد لماذا هناك محاولات حثيثة من أجل أن تتشنج الأوضاع هناك خطاب متشنج هناك خطاب يعني يستشف أو هناك خطاب يعني نشعر أن هناك إعلان حرب على إقليم كردستان لذلك دعنا نقول من الذي بدأ بتحريض الشعب على إقليم كردستان إخواني نحن نتحدث عن عملية ديمقراطية يعني ما المانع عندما نسأل شعبنا وربما هذا الشعب يختار البقاء مع العراق يعني عندما سكوتلندا قرروا أن يلجوا إلى الاستفتاء شعب سكوتلندي قرروا البقاء مع بريطانيا فلماذا لا تدعونا نسأل شعبنا وربما كما قلت هذا الشعب سيختار البقاء مع العراق حينئذن هل نقول لسي نرسو ذلك لا بد أن نحترم هذا الرأي سأعود إلى نقطة أثرتها لماذا تحمل مسؤولية فقط لرئيس البرلمان وأنتم تقولون أن البرلمان هيئة رئاسة ولديكم نائب رئيس البرلمان أرام الشيخ محمد لماذا تارة تكون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ومقدسة وتارة لا ليست مسألة المناطق المتنازع عليها مسألة استفزازية ألم يكن موضوع رفع العلم في كاركوك وقرار المحكمة الاتحادية بإنزال العلم لماذا لم يكن ملزما؟ وأيضا هذا الموضوع كان استفزازيا لا أختي الكريمة أولا عندما نتحدث عن هذه القضية طرحت عدة قضايا لا أعرف أن أجيب على أي واحدة منها نحن مثلا في الجلسة السيد آرام طبعا كان في كردستاني اتصل بي اليوم أنه لا يمكن أن يستمر مجلس النوب على هذا المنوال يعني حقيقة هذا ربما تهميش صارخ بحق المكون الكردستاني يعني هيئة الرئاسة لا بد أن يوافق السيد آرام على طرح موضوع ما لذلك يؤسفنا جدا أنه سيد آرام لم يكن موجودا لذلك هيئة الرئاسة عندما تريد طرح موضوع لا بد أن يتفق الثلاثة السيد آرام لم يكن موجودا كان ينبغي للسيد سليم الجبول أن يقول نحن نرجع هذا الموضوع إلى وقت آخر لأنه سيد آرام غير موجود أو ربما نحيل هذا الأمر إلى اللجنة القانونية أو ربما نناقش على الرؤساء الكتل أن يناقشوا هذا الأمر الذي شعرنا أنه كان هناك إصرار ولا أدري مصدره إصرار على إصدار قانون مجحف بحق عملية ديمقراطية مارنة سلسة ودستورية وقانونية لذلك أستغرب دعني أطرح هذا السؤال أطرح هذا السؤال للمشاهدين القرار قرار سيد عرفات أنه قرار وليس قانون نعم عفوا أنا فقط أسأل هذا السؤال الدول التي استقلت عن طريق الاستفتاء هل يمكن هل يجرأ أحد أن يقول أن هذه الدول غير شرعية الاستفتاء الاستفتاء عملية ديمقراطية من حقنا أن نسأل شعبنا ثم دعني أضيف شيئا آخر يعني في سنة 1924 عندما خير الكرد بين لا لا هذا النموذج سيساعد عفوا يتعلق بالاستفتاء الأوضاع جدا مختلفة سكوتلندا مستتب الأمن فيها بريطانيا مستتب الأمن فيها نوعا ما هناك اتفاقات هناك حراك سياسي لا يوجد خرقات أمنية لا يوجد وضع اقتصادي صعب يعني المثل جدا بعيد سأعود بك إلى النقطة المهمة لماذا انسحبتم تعيدون نفس مأزق القوى السنية عندما انسحبت عام 2004 و2005 من البرلمان العراقي يعني انسحبوا ومن ثم شاركوا وحصلت العملية انتخابية برمتها لماذا انسحبتم لماذا لا تدافعون عن أفكاركم وأرائكم بدل الانسحاب لا أولا نحن لن ننسحب نحن قاطعنا جلسة معينة لا يعني أننا انسحبنا من العمل السياسي كما فعل الأخوة السنة نحن قاطعنا هذه الجلسة ولذلك لماذا قاطعنا نحن عندما أصدرنا بيانا بخصوص الاستفتاء قلنا نحن نريد من السيد رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة أن تعيد النظر في هذا القرار المجحف الذي ليس من صلاحية مجلس النواب أن يتدخل في هذه القضايا غدا سيفعل برلمان كردستان وسيصدرون قرارا برفض هذا القرار إذن هذا الأمر يعني أتصور أتصور أنه كثير من هذه المواقف وأنا قلت سابقا عندما تم إقالة الشير زباري والسيد العبيدي قلت ذلك يعني كتبت مقالا أن هذه كلها مهزلة استهداف سياسي وستستمر هذه المهزلة إلى أن تأتي الانتخابات كثير من المواقف المتشنجة المتشددة تجاه الاستفتاء وتجاه إقليم كردستان هي تتعلق بالانتخابات القادمة هناك ظاهرة مؤسفة في العرار كل من يعاد إقليم كردستان يحصد الأصوات أكثر إذن هذه الظاهرة خطيرة جدا هل يمكن أنا عرفات نائب عن إقليم كردستان أن أعادي العرب من أجل أن أستحصل وأحصد أصوات الشعب الكردستاني هذه ظاهرة خطيرة هذه ليست من أخلاقيات الإنسان العراقي الذي أريد أن أصل إليه حقيقة هذه النقطة جدا مهمة لماذا هذه الضجة وهذه الزوبعة حول الاستفتاء لماذا لا نجد هذه الزوبعة وهذه الضجة حول استفتاء كتالونيا استفتاء جنوب سودان استفتاء سكتلندا لماذا فقط حرام لنا وحلال لهم أعتقد أن هذا الأمر تم تضخيه هناك ضجة حول مظاهرات كتالونيا قبل قليل ذكرت الموضوع بأن أمر يراد من ورائه أمر آخر بخصوص ما صدر اليوم من البرلمان العراقي وأنت تفعل نفس الشيء عندما تستبق الأمور فيما يقص برلمان إقليم كردستان وتقول بأن البرلمان سيصوت ضد موضوع الإقالة أليس هذا استباق للأمر البرلماني أليس هذا تصعيدا آخر ماذا تفعلون أنتم لا ليس ضد الإقالة إنما قلت ضد لا لا هو ضد أخي الكريم أنا يعني برلمان كردستان سيصدر قرارا إذا تم تفعيله وسيتم تفعيله يوم الجمعة مساء بإصدار قرار لرفض قرار البرلمان الرافض للاستفتاء هذا الذي كنت أتحدث وليس الأمر متعلقا بإقالة المحافظة إقالة المحافظة مخالفة قانونية لأنه حقيقة محافظة كاركوك لها حالة خاصة تابعة لقانون بول بريمان سنة 2004 بينما مجلس النواب صوت على قانون 2008 هذه مخالفة يمكن للسيد محافظة كاركوك لها أن يطعن في المحكمة الاتحادية هذا القرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي سيد عرفات ما هو مستقبل وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل إن تم الاستفتاء أو لم يتم في ظل كل هذه التصريحات التصعيدية التي نقرأها كل يوم البرزاني يتحدث من يريد أن يجرب حظه بالحرب مع الأكراد فليجرب جاءت هذه التصريحات بعد لقائه مع ممثلي الدول العظمى في كردستان أيضا نسمع تصريحات من العامري يتنبأ فيها عن حدوث حرب أهلية بين العرب والكرد ما هو شكل العلاقة وإلى أين هي ذاهبة؟ أولا أختي الكريمة المرجعية الدينية العليا حرمت الدم الكردي كما أن السيد مسعول بارزاني أيضا كمرجعية سياسية لأقليم كردستان قد قال لن نطلق طلقة من أجل الحرب أو ضد إخوان العرب نحن شركاء في هذا الوطن لكن هناك مشاكل سياسية عميقة إن استطعنا أن نحلها فأهلا وسهلا وإن لم نستطع أن نحلها فنحن سنلجئي للإستفتاء لذلك نحن لازلنا نحتفظ بهذه الأخوة علاقاتنا وطيدة شركاء في الوطن شركاء في المعارضة شركاء في النضاء شركاء في كتابة الدستور وفي تأسيس الدولة لكن حقيقة نحن لن نطلق هذه التصريحات إلا بعد أن أطلقها الآخرون يعني البادئ أظلم نحن دائما مع السلام يعني دعني أضربوا لا أعرف أنتم دائما تقاطعون عندما أضربوا مثلا على هذه يعني عندما تفضل يعني عندما سقط النظام العراقي وسلم الجيش العراقي نفسه للبيشمرقة والله لن يتأذى شخص ولا واحد ولا فرد من الجيش العراقي وإنما عادوا إلى أماكنهم بسلام واحترمناهم وآويناهم وساعدناهم هذه أخلاقياتنا نحن لا نريد حربا مع إخواننا نحن نحتفظ بعلاقاتنا الوطيدة مع الأخوة الشيعة والسنة وتركمان هذه العلاقة ستبقى وطيدة لذلك إما أن نحقق شراكة وطنية ونعود إلى بغداد أخوة في الشركاء وهذا إن تحقق فأهلا وسهلا لكن أتصور أنهم بهذه السياسات الخطيئة أنهوا الشراكة إقالة المحافظ والرض على الاستفتاء وكذلك إقالة المسؤولين الكرد وطرد الكرد يعني ربما غدا سيصدر قرار برفع الحصانة عن النواب الكرد ربما أقول هكذا لذلك هذه السياسة الخاطئة ستدفعنا أكثر إلى الاستفتاء وإلى الاستقلال الذي أريد أن أركز عليه هذه لا بد من مراجعة هذه السياسة مجلس النواب لا بد أن يكون جزءا من الحل لكن يؤسفنا أننا نجد هذا المجلس الموقر تحول إلى أداة من أجل تمرير القوانين التي حقيقة لا تصب في مصطحة الشعب الشعب ينعاني من قلة الماء والكهرباء والرواتب والخدمات انظر إلى جنوب العراق هناك تجد حقيقة خدمات لا تجد أي خدمات لهذا المواطن ينبغي لمجلس النواب أن يخدم المواطن أن يركز على تشريع القوانين أن يحاسب المفسدين والفاسدين كم من المسؤولين هناك فاسدون وقد وجدنا حتى قناة الشرقية أن بعض النواب متورطون في الفساد لماذا لا يركزون على هذا حتى نخدم المواطن أما التركيز وجعل مجلس النواب أيضا عاملا لتشنج العلاقات بين بغداد وأنا أعتقد أن هذه السياسة خاطئة لا بد من مراجعتها شكرا لك رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم على المشاركة الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد أن نقض التفتيش 25 إلى 30 متر تحولت السيطرة إلى كتلة وكتلة من النار سشاد ستين عراقيا وإصابة ثمانين تفجير إجرامي دام يضرب ذيقار بعد يوم من زيارة العبادة وتفقده الأهوار بقارب المشحوف أتمنى على الجميع أن ينظروا إلى الموضوع نظرة جدية واقعية ويحاول بكل الوسائل المتاحة لمنع الانزلاق إلى الحرب الأهلية العمر يحذر من انزلاع حرب أهلية بين العرب والكرد قيس الخز علي العصائب لن تسمح بأي محاولات للعب على وتر القومية لاقتطاع أراضا من الدولة حضر رامين العام لمنظمة بدرهاد العمري من اندلاع حرب أهلية بين العرب والكرد في حال استمرار التصعيد بين أربيل وبغداد ودع العمري في كلمة له قيالات الإقليم إلى تأجير الاستفتاء وقال أيضا أن الحرب الأهلية ستكون حتمية إذا استمرت تصعيده بين المركز والإقليم موجها نداء لجميع دول العالم بأن يعملوا على منع انزلاق العراق نحو هذه الحرب يؤرقنا ويحزننا ما يحصل اليوم في موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان بكل صراحة أيها الأكبر أتمنى على الجميع أن ينظروا إلى الموضوع نظرة جدية واقعية ويحاول بكل الوسائل المتاحة لمنع الانزلاق إلى الحرب الأهلية لا توجد أسوأ من الحرب الأهلية داعش معركة واضحة معهم متطرفين حملوا السلاح ضدنا فحملنا السلاح ضدهم واضحة في معركة المعركة الداخلية أو الاقتتال الداخلي لا سامح الله نتوقف لذلك أدعو الجميع أدعو الإقليم وأدعو الحكومة الاتحادية وأدعو كل المخلصين وأدعو كل دول الجوار والمنطقة بل أدعو كل دول العالم فعلا أن يقفوا موقف واضح سريح لمنع الانزلاق باتجاه الحرب الأهلية لسه أقفيكم شيء إذا استمر هذا التصعيد وإذا استمرت هذه الوتيرة فالحرب الأهلية قطعية ونبقى في المواقف السياسية إذ قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن العصائب لن تسمح بأي محاولات للعب على وتر القومية لاقتطاع أراضا من الدولة العراقية وحتى الأصوات التي كانت في ذلك الوقت عالية الآن خافتة ساكتة صامتة لأنه لا توجد بضاعة موقف بضاعة لكن يوجد من يحاول الآن أن يعزف على الوتر القومي أن هؤلاء عرب وهؤلاء كرد ويريد تقسيم العراق على هذا الأساس وانتزاع واستلاب مساحات واسعة وكبيرة من أرض العراق من أرض الدولة الفدرالية الاتحادية كما يقولون مباشرة ينضم إلينا سيد عدنان الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون أهلا بك سيد عدنان سيكون لملف الاستفتاء الحص الأكبر في هذا اللقاء ولكن قبل ذلك أريد أن أعرج على موضوع التفجيرات ذيقار باعتبارك وكيل سابق في وزارة الداخلية نريد أن نسمع رأيك بها كيف تنظر إلى تزامن هذا التفجير مع موضوع الاستفتاء مع موضوع زيارة العبادي أيضا إلى الهوار في ذيقار كيف تقرأ هذه التزامنات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم ولقناة الشرقية وللمشاهدين بصراحة أولا تعزية من القلب والأعماق إلى ذوي الشهداء الذين سقطوا اليوم مضرجين بدمائهم في حادث تفجير منطقة الناصرية أو سيطرة فدك وكذلك المطعم وتمنياتنا ودعائنا للجرحة بالشفاء العاجل هذه جريمة كبرى أيضا ضد أبناء شعبنا العراقي ضد العزل من الناس وهم في مطعم جالسين مطعم استراحة على الطريق السريع وجاء إليهم الإرهابيون الإرهابيون بصراحة لحد الآن لم تتضح حويت هؤلاء هل هم من القاعدة أو من داعش هل هم من جهات أخرى هناك في المناطق الجنوبية جهات أخرى غير داعش هناك حركات من ما يسمى بالجانب الشيعي أيضا حركات متطرفة لا نعلم من هي الجهة التي قامت بهذا الفعل الشنيع التحقيق سيكشف هناك ضعف نعم ضعف في الجهد الاستخباري الذي لم يكشف حركة هذه القوة التي تحركت حسب المعلومات التي وصلتنا من منطقة الزبير أو منطقة البصرة وجاءت إلى الطريق السريع بعد منطقة محافظة ذيقار مدينة الناصرية وبالذات في هذا الجسر القريب من ألبدير والسيطرة ودخلوا المطعم مسلحين وقتلوا الناس الأبرياء الذين كانوا إما في كارفان للصلاة وإما في داخل المطعم في فترة الاستراحة ثم توجهوا بعد ذلك بسيارة مفققة حسب المعلومات ولم تكن هذه المعلومات نهائية لحد الآن لأنها متضاربة ولحد هذه الساعة قبل أن آتي إلى القناة اتصلت بعدة جهات أمنية لم تكن الصورة واضحة مئة بالمئة هل أن هناك سيارة مفققة مع مهاجمين أم مهاجمين فقط لأن الصورة الأولى التي سمعناها بأنهم كانت سيارتين مفققتين ولكن بعد فترة ظهر أن هناك مجموعة مهاجمين مسلحين نزلوا إلى الاستراحة وقتلوا الناس الأبرياء بدم بارد ثم توجه السيارة مفققة وانفجرت وقتلت من في السيطرة جليمة كبيرة هنا دور الجهات الأمنية فمن هي الجهة التي تقوم بمثل هذا العمل الإرهابي هناك جهات تنظيمات مسلحة أخرى غير داعش نعم لا تكون داعش بالنسبة كبيرة يعني العدو الأساسي هو داعش ولكن هناك تنظيمات أخرى تنظيمات مسلحة في داخل غير مجازة وغير سياسية مجازة سياسيا تعارض العمل السياسي تعارض النظام السياسي قامت بأعمال سابقة في محافظة النجف في محافظات أخرى لديها مجاميع أسكرية موجودة مجاميع أخرى بصراحة دائما نقول استعمار دائما نقول إسرائيل هناك دول تريد أن تهدد المنطقة الجنوبية تريد أن تهدم الأمن في المحافظات الجنوبية زرعة مجاميع مسلحة تشكيلات مسلحة بأسماء شيعية أسماء إسلامية قد تكون هذه أيضا لذلك التحقيق سيكشف من هي الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة الدموية هؤلاء جميعا متهمون إلى أن يثبت من هي الجهة التي قامت في هذا الفعل الشنيع ثم ما هو دور الجهات الأمنية السيطرات كيف عبرت هذه القوة المسلحة طبعا المعلومة أنهم كانوا يلبسون لباس شركات أمنية وهو لباس عادي يباع في الأسواق وسيارة تصبغ أيضا وتوضع عليها علامة شركات أمنية أو يأخذون سيارة من الشركات الأمنية وعندنا هذا أيضا الخرق الكبير عشرات من الشركات الأمنية والمئات من المسلحين الذي يصل إلى ستين ألف مسلح بالشركات الأمنية هذا أيضا خرق كبير في داخل المنظومة الأمنية العراقية وجاءوا بغطاء الشركة الأمنية ووصلوا التحقيق سيكشف وزير الداخلية حسب ما سمعنا بأنه الآن مهتم بالموضوع بشكل كبير جدا والخبر الذي ظهر ولن أتأكد منه قالت مدير استخبارات محافظة ذيقار أيضا وبالتالي التحقيق سيكشف من هي الجهة التي قامت بهذا ومن هي الجهة المقصرة يجب محاسبة المقصرين لأن هذا تهاون في دماء الأبرياء لا نذب اللوم على الجهاز الأمني فقط نعم هناك تهاون من جراء هذا التهاون وصلت هذه المجموعة المسلحة لقتل هؤلاء الأبرياء وبالتالي نرجع ونقول الجهد الاستخباري الجهد الاستخباري الاستخبارات أخواني لا تملك المنظومات الحديثة ما لم توضع منظومات مراقبة فيديوية في شوارع العراق جميعا المدن والطرق السريعة لا يمكن السيطرة على حركة الإرهابيين أو حركة العصابات وعصابات الجريمة المنظمة وما في المخدرات وما في غسيل الأموال لا يمكن السيطرة على الجريمة ما لم توضع منظومات مراقبة حديثة ومنظومات اتصال حديثة تجهز بها دوائر الاستخبارات أما استخبارات لا يملك هذه المنظومات يتحرك بيد جذاء كما يقول يد مقطوعة بصراحة الاستخبارات تتحرك بإمكانيات بسيطة ونقول تنمية الجهد الاستخباري ومضاعفة الجهد الاستخباري والجهد الاستخباري ولكن في الفعل والواقع لا يوجد دعم للاستخبارات لأن هذا يحتاج إلى أموال وشراء منظومات حديثة جدا متطورة لمتابعة مثل هذه الأعمال ومعرفة من أين انطلقت هذه العجلة من أين تحركت هذه العجلة لكي نمنع مرة أخرى حركة عجلة مثلها وفي موقع آخر وفي مكان مشابه لهذا المكان إلى ملف الاستفتاء سيد عدنان برأيك ما هو شكل العلاقة بين أربيل وبغداد إن جرى الاستفتاء أو لم يجري العامري يتحدث عن ويحذر من اندلاع حرب أهلية بين العرب والكرد الخزعلي يقول العصائب لن تسمح باللعب على وتر القومية واقتطاع أراضي من العراق الموقف بصراحة يجب أن يرجع إلى المنطق والعقل والحكمة الموقف العاقل أو الموقف الحكيم هو الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي وتهدئة الشعب العراقي ما هي الفائدة التي تجنى من الاستفتاء والانفصال سوى المشاكل وسوى المشاحنات وسوى التصعيد وسوى التسخين المنطقة اشتركت قوات البشمرقة مع الجيش العراقي مع الحجد الشعبي في طرد داعش من نينوى ومن تل عفر ومن مناطق أخرى وبالتالي اختلطت الدماء وبالتالي الكرد والعرب أخوة عانوا ما عانوا في أيام النظام السابق وقدموا الآلاف من الشهداء كلنا نعلم قدمنا وقدموا وأن لا تذهب هذه اللحمة مرة أخرى وتمزق هذه اللحمة ما نطلبهم من الإقليم ومن عقلاء الإقليم الرجوع إلى منطق الحكمة وإيقاف موضوع الاستفتاء لأن بوادر الاستفتاء ونتائج الاستفتاء ستؤدي كما سمعنا ونسمع إلى مشاحنات وإلى تصعيد في المواقف وقد تؤدي إلى حرب أهلية لأن المناطق المتنازع عليها ولو أنني أتحفظ على هذا الإسم لأن المتنازع عليها بين دولتين المناطق المختلف عليها والتي لم تحسم لحد الآن كاركوك لم تحسم كاركوك فيها قوميات فيها عرب وفيها تركومان وفيها كرد وبالتالي عندما كنا في وزارة الداخلية ولا زالة نريد أن نعين مجموعة في كاركوك نقسمها إلى ثلاثة أثلاث ثلث لهذا وثلث لهذا وثلث للآخر المناصب يجب أن توزع في كاركوك على ثلاثة قضية انتخاب مجموعة المحافظة تعين طبعا لحد لا يوجد انتخاب فبالتالي يجب أن نرجع إلى منطقة الحكمة والعقل والدستور الشعب الكردي استفتى في عام 2006 وصوت للدستور بنسبة 92% يعني أكثر من 92% 92.5% قريبا أو فاصلة 7% اللي صوته نعم للدستور وبالتالي صوته واستفت الشعب الكردي بأن يكون ضمنه عراق فدرالي موحد اتحادي كما يقولون ولكن أن يرجع مرة أخرى إلى هذه النغمة إلى قضية تقرير المصير إلى الزحف على المناطق العربية والمناطق التركومانية والمناطق المسيحية والمناطق اليزيدية هذا ما لا يقبل به أي عراقي شريف أي مواطن شريف يحب العراق ويحب وحدة العراق لا يقبل بأن تجزأ العراق مرة أخرى لذلك ننادي عقلاء الكرد إلى الرجوع إلى منطق العقل والحكمة وإيقاف هذا التدهور في الوضع السياسي الذي قد ينزلق إلى حرب أهلية وإلى مواجهات بين السكان نعم يعني العرب قبائل العباد قبائل اللي موجوده هناك القبائل العربية اللي موجوده في كركوك في ديالة في الموصل في مناطق أخرى هذه قبائل العربية التركومان اليزيديين المسيحيين هؤلاء عبروا عن مواقفهم في البرلمان في موضوع التصويت على القرار كلهم كانوا مع القرار باعتبار الاستفتاء غير دستوري والطلب من الحكومة العراقية بإيقاف الاستفتاء وإيقاف الانفصال والتحرك على هذا الاتجاه والطلب من حكومة الإقليم يعني واضح أن هناك اصطفافا لكل المكونات ما عدا المكون الكردي بإيقاف الاستفتاء لذلك نداءنا كأخوة وكأبناء بلد واحد وكسياسيين وكعاملين واختلطت دماءنا جميعا في مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش الرجوع إلى العقل والحكمة وإيقاف هذه الحالة التي قد تنزل إلى مواجهات لا يحمد عقباها طيب سيد عدنان أليس الأولى في هذه المرحلة الحساسة سياسيا من جملة المواقف التي تخذت أن يلتقي الرجلان العبادي البرزاني في هذه المسألة بدلا من لقاءات مكورك وسليماني والموفد التركي إلى أربيل والسليمانية قطعا قطعا الأفضل أن تلتقي القيادات السياسية وليس فقط العبادي العبادي هو جهة تنفيذية وبالتالي هو رئيس الوزراء والقائد العام من القوات المسلحة وهو صاحب القرار العسكري والأمني والسياسي في هذا الموضوع باعتباره رئيس الوزراء البرلمان أعطى الموقف السياسي الواضح أننا لن نقبل بالاستفتاء ونرفض الاستفتاء كعراق موحد وبالتالي الكرد البرزاني بالذات يجب السيد البرزاني أن نحترمه وبالتالي هو شخصية معارضة قدمت هو وعائلته والكل قدموا ألافة شهداء أن يجلس مع السياسيين العراقيين يأتي إلى بغداد ويجلس مع العبادي مع دور معصوم دور رئيس الجمهورية الآن ووجود علاوي سيد علاوي وسيد المالكي والجهات السياسية الأخرى اللي موجودة مع الحشد مع كل الجهات السياسية من أجل أن يتبلور موقف وطني واحد وبالتالي قد يتفق الفرقاء السياسيين على موقف وطني واحد داعا من القضية الكردية وداعا من الكرد والكرد والحمد لله حصلوا في العراق الجديد ما لم تحصل عليه كل المجامع الكردية والفئات الكردية في كل العالم لا في روسيا ولا في إيران ولا في تركيا ولا في سوريا ولا في أي دولة دولة أخرى حصل الكرد الكرد مشاركي لنا في القرار السياسي رئيس الجمهورية كردي نائب رئيس البرلمان كردي أعضاء كتلة 65 واحد أكراد وزراء أكراد وكلاء أكراد مدراء عامين أكراد محافظين كرد وبالتالي حصلوا ما لم يحصل عليه الكرد في كل تاريخ الكرد منذ بداية وإلى الآن لذلك الحفاظ على هذا المكتسب هم شركاءنا في العملية السياسية هم شركاءنا في تقرير المصير للعراق الواحد هم شركاءنا في الدستور هم الآن شركاءنا في كل موقف في العراق شركاءنا حتى في الانتصار شركاءنا في خسائرنا ودماءنا وشهدائنا مع داعش وشركاءنا أيضا في الانتصار هم شريك لنا للعرب والكرد وشريك للمسيحيين وشريك لليزيديين وشريك ولكن سيد عدنان لذلك يجب لذلك أنا قلت أن نعود إلى منطق العقل والحكمة لا أن نتهور هم يرون اليوم أنكم ضربتم بهذه الشراكة عرض الحائط هكذا يقول البرزاني يقول لا نريد أن نتعامل مع دولة دينية طائفية لا أعلم لماذا هكذا يرونكم أين هو التحالف الكردي الشيعي أين هو التحالف الرباعي الشهير الذي وقعه الطالباني البرزاني المالكي الحكيم وشكلت على أساس الحكومات ألم يكونوا شركاء معكم بالدستور واعترفتم بهم بالدستور لماذا يعني بات شكل العلاقة على ما هو عليه اليوم يعني اعتيادي التحالفات لتشكيل الحكومات والسابقة والحالية تحالفات سياسية عندما تتعرض إلى هكذا موقف تهتز التحالفات نعم اهتز التحالف مو التحالف الوطنية التحالف العربي الكردي سواء سني أو شيعي اهتز بفعل هذه التصرفات بفعل هذه المواقف يعني لما يرفع علم كردستان على كركوك اعتيادي كركوك غالبيته هي مناطق مناطق سنية ومناطق عربية وبيع تركومان لكن موقفنا مو قضية قضية مذهبية موقف وطني أننا نحافظ على وحدة كركوك وأن يبقى وضع كركوك على هذا الموزايك اللي موجود لن نقبل بأن تأخذ كركوك وتتبع إلى كردستان أو تأخذ مناطق من الديالة مندلي وخانقين وجلولاء وهكذا ومن الموصير اعتيادي أي عراق ما يقبل بالتالي التحالف الكردي العربي الكردي السني الكردي الشيعي تحالف وفق معطيات ومصلحة وطنية عندما تهتز المصلحة الوطنية اهتز هذا التحالف الآن التحالف اهتز نحن لم لم كما يقولون يعني خربنا الشراكة أو أننا يعني زدنا في الهوة التصرفات التي حدثت يعني صبرنا لسنوات صار أشهر نسمع وكما تسمعون في الإعلام من يدوس العالم العراقي ومن يقول أن إسرائيل أشرف من العراق ومن يظهر في الإعلام في الإعلام وفي الفيسبوك وغيرها وغيرها يعني وهؤلاء كلهم في منطقة كردستان وقسم من مسؤولين إسرائيليين يصرحون في هذا الوضع أنهم داعمين لإنشاء دولة كردية وهذا اللي نسمع وبالتالي موقف محافظ كاركوك قيلت هذه الفترة هو محافظ مرتبط بالحكومة المركزية بالحكومة الاتحادية لا يرتبط بحكومة الإقليم وإن كان هو كردي رئيس الجمهورية الآن رئيس جمهورية العراق لا يكون كردي كما أن رئيس الوزراء هو رئيس وزراء العراق لا يكون عربي أو يكون شيعي أو يكون سني سليم الجبوري هو رئيس مجلس نواب العراق وليس رئيس مجلس نواب السنة فقط أو العراب وهكذا هذه المناصب وهذه المواقع مواقع أخذت بالاستحقاق العراقي وباتفاق جميع قوى القوى السياسية لذلك تهتز هذه يعني ما حدث اليوم أيضا في التصويت على موضوع موضوع محافظ كركوك يعني كنا تربطنا علاقات بالكورد وبالمحافظ وبالآخرين ولكن الموقف الموقف الدولة وقوة الدولة وهيبة الدولة واحترام القانون هذا خلق للقانون أن يقوم محافظ ويتمرد على حكومة وبالتالي جاءنا الكتاب من رئيس الوزراء بالموافقة على إقالة المحافظ للتصرفات التي قام بها قضية العلم وقضية الإلحاق الاستفتاء وغيرها وصوت البرلمان بأغلبية الحضور يعني جوز اثنين أو ثلاثة اللي ما رفعوا ايديهم بالتصويت صح المكون الكردي يوسفنا ما كان موجود ولكن هذا هذا منطق الوطني المنطق الوطني متى تعاملنا بشوفينية وبحقد مع الأخوة الكرد الأخوة الكرد أشقائنا وزملائنا وشركان في العراق نعم شكرا لك على هذا الحوار النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسادي إذن مشاهدين نأتي إلى قراءة هذا الخبر العاجل والخاصة بالسيد برهم صالح حزب برهم صالح يصوت في جلسة يوم الجمعة وهو على ما يبدو حزب جديد بعدما قد أذعنا البارحة بأن السيد برهم صالح قد انشقع عن حزبه وقد قام بتأسيس حزب آخر أعضاء في البرلمانين العراقي والكردي ينضمون لحزب برهم صالح إذن مشاهدين على يبدو حراك سياسي جديد في إقليم كردستان مرة جديدة نعيد بأن السيد برهم صالح قد انشقع عن حزبه وقد أسس حزبا آخر وأعضاء في البرلمانين الكردي والعراقي ينضمون لهذا الحزب الحصاد مستمر من الشرقية نيوز موسيقى استشهد ستين عراقيا وإصابة سمانين تفجير إجرامي دام يضرب ذيقار بعد يوم من زيارة العبادي وتفقده له الأهوار بقارب المشحوف موسيقى دع وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفري القادة الكرد إلى الاستعداد لمواجهة العواقب في حال أعلنوا الاستقلال من جانبا واحد الجعفري قال لرويترز إن على القادة الكرد التفكير ماليا قبل المضي قدما نحو خطوة الاستقلال وإن من يعلن عن هكذا مشروع عليه أن يتحمل مسؤولية إعلانه لا ومو مشكلة أن يتم أو ما يتم الاستفتاء بمقدار ما قد رح يكون لهذا الاستفتاء نصيب بالواقع العراقي للواقع العراقي وللواقع الأقليمي وللواقع الدولي يتعاطى مع هذه الحالة وأبلغوا جميعا أنا ما رأيته وزيرا لدولة من الدول إلا وأشادة بالموقف العراقي والشعب العراقي والانتصارات وبنفس الوقت أدانا هذا الموقف اللي لم يقبلوا والله من يعلن عن هذا يتحمل مسؤولية إعلانه يتحمل مسؤولية إعلانه من السهل أن تعلن وأن تعلن ما تريد بس ليس بنفس الدرجة من السهولة أن تطبق ما تريد نحن جهد الإمكان نعتمد أليات الحوار وأليات التعبئة بالمنطقة عربية وغير عربية وأليات مثل ما البارحة مارسناها التعبئة العربية الشاملة جاءت من قبل وزراء خارجية الجامعة العربية ونبقى في السعرات جملة المواقف إذا أكد صلاح العبيدي المتحدث باسم رئيس الطيار الصدري أن كاركوك ستبقى عراقية ولا يمكن المساومة على عراقيتها العبيدي دع جميع الأطراف السياسية إلى احترام قرار البرلمان بشأن قالت محافظ كاركوك نجم الدين كريم وقال أيضا أنه لا يجب سماحه بالمزايدة على أي مدينة عراقية موقف سماحة السيد واضح موقف سماحة السيد هو الأول الحفاظ على أمن كاركوك وأن لا تتخذ ذرائع من قبل بعض الأطراف لاتهام مكونات خاصة في كاركوك بالإرهاب من أجل أن يكون لها وجود أقوى الأول أمن كاركوك من داعش والثاني أمن كاركوك من كل محاولات الأطراف التي تريد أن تزايد على وضع كاركوك من كل الأطراف الموجودة سواء بالحكومة المركزية أو حكومة الإقليم أو الأطراف التي موجودة داخل كاركوك سيد مقتدص صدر وجهة نظره أن كاركوك عراقية وإن شاء الله تبقى عراقية ولا يكون هناك مساواة على عراقيتها لا من قريب ولا من بعيد وهذا يضمن لكل الأطراف الموجودة في كاركوك وحاول كاركوك أمنها وأمانها بشكل أكبر الموضوع القانوني والموضوع البرلماني يجب أن يكون له احترام وفق الموازين المقبولة والصحيحة الذي جرى إجراءات تصعيدية من قبل كل الأطراف وهذا ما نقول أنه هو في يعني في خلاف مصطحة أهالي كاركوك أنفسهم هل أن الإجراءات التي تحصل اليوم وال يعني التصريحات التي موجودة في الفضائيات هي مجرد زوبع تسبق انتخابات للحصول على أصوات ومقاعد بالنتيجة بعد ذلك نفس الذين اليوم يتحدثون ضد يعني ما يسمونه التوسع الكردي على حساب عرب كاركوك وعلى حساب مكونات كاركوك بعد الانتخابات سيذهبون إلى كردستان ويطلبون من من المكون الكردي أنه نتفق ونتحالف من أجل التصويت على أن يكون فلان في رئاسة وزراء أو يكون فلان في وزارة الدفاع أو يكون فلان في وزارة داخلية إذا هذه المزايدة تكون نقول لا هذا تصعيد في غير محله لا إذا كان القرار يتمسك به من أجل مصلحة أهالي كاركوك فأهلا وسهلا ومرحبا بكل قرار عراقي من أجل أراقية كاركوك وأحذر باتريارك الكلدان في العراق والعالم الويستاكو من اندلاع الحرب بين بغداد وأربيل التي لن تبقي المسيحيين في العراق وقال ساكو لبرنامج منشط أحمر إن البعض أخذ يدق طبول الحرب وإذا حصلت مواجهة عسكرية في هذه الظروف المجتمعية المتشضية ستكون نتائجها كارثية للجميع وستكون الأقليات الخاسرة الأكبر مشددا على ضرورة إحياء مفاوضات المصالحة قبل فوات الأوان لنزع فتيل الأزمة يعني أكيدا التوتر والتصعيد كثير جدي وهو صادم يعني الموقف اليوم البرلمان من محافظة كاركوك هو تصعيد جديد وأكد أن طبول الحرب قادمة مع الأسف نحنا هذه خمسين سنة نحنا في حروب وإلى متى يعني هذا شيء جدا مقلق المسيحيون هم أقلية موزعة بين المركز وبين الإقليم ويعني صراحة أيضا السبب هو الشعب الشعب بدأ يجامل بدأ يقول شيء ويفكر بشيء آخر وإذا حصل لا سمح الله حرب فالمسيحيون أو الأقليات هي الخاسر الأكبر وسوف تلجأ إلى الزجرة كالعادة يعني من خبرة السنين يعني كنا مليون ونص اليوم أقل من نص مليون من جانبه قال الرئيس المجلس العالم الإسلامي همام حمودي في كلمة له إنه لا خيار أمام إقليم كردستان سوى الحوار والتفاهم مع بغداد والابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وجر البلد لسراعات وأزمات لا تأتي بنتائج محمودة بيت الجميع يتقاسمون ثروته جميعا كما نص الدستور ويتحملون مسؤولية إدارة مناطقهم كما نص الدستور وأن يبقى هناك مجال للتعاون في الحكومة الاتحادية الحوار والتفاهم وليس الأمر الواقع وفرض الأمر الواقع هو الذي يوصل إلى نتائج إذا نريد أن نعيش نحن وأبناؤنا وأجيالنا القادمة بمستوى عالي من الكرامة والرفاه والاستقرار ليس لنا في العراق إلا أن نبقى متوحدين في تحت هذا الخرم وفي هذا البلد وأمامنا الحوار والمناقش والتسويات حتى نصل إلى كل ذي حقه غير هذا الأسلوب معنى العودة إلى الماضي وحذر رئيس تياري الحكمة عمر الحكيم من أن محاولة إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها يمثل استفزازاً للمكونات الأخرى داعياً لتشكيل جبهة لدفاع عن وحدة العراق تأخذ على عاطقها إجراء مباحثات لحل الأزمة بين بغداد وأربيل الأخ الكريم المناظل السيد مسعود البرزاني بأن لا يغلق الأبواب أمام الحوار وأمام الحلول العملية فالعراق وشعب العراق يستحقان منا مزيداً من التضحية والمرونة والواقعية في الخطوات التي نتخذها في هذا الظرف العصيب وبهذا الصدد أدعو إلى تشكيل جبهة وطنية عراقية كبيرة للدفاع عن وحدة العراق وليقناع كل أبناء شعبنا في أن يحافظوا على هذه الوحدة ويتمسكوا بهذه الوحدة ويصونوا هذه الوحدة فالعراق في هذه اللحظة التي انتصر فيها على الدواعش بأمس الحاجة في أن ينتصر على نفسه وعلى الطموحات الداخلية ليبقى موحداً وقوياً وعزيزاً في الوقت نفسه إننا نقدر عالياً موقف بعض الدول الإقليمية والمجتمع الدولي التي ساندت ودعمت وحدة العراق بوضوح شديد ودافعت عن السيادة العراقية ولكننا نرصد موقفاً مريباً من بعض دول المنطقة والتي نراقب تصريحاتها وخطواتها بدقة وتعليقاً على جملة مواضيع سياسية ينضم عن عبر الأقمار الصناعية الخبير الاستراتيجي السيد هشام الهاشمي سيد هشام أهلاً بك الكرد عتبون على موقف الحكومة وموقف البرلمان ويقولون اليوم المحافظ وغداً ربما سترفع الحصانة عن النواب الكرد ويتسألون لماذا اليوم استفقت حكومة الأعباد حتى أرسلت هذا الطلب إلى البرلمان وأقيل المحافظ هل لديك توقع؟ هذه الخصومات واضحة أنها سوف تكون في وقت ما بعد الانتصار على هذا التنظيم المتطرف ما يعرض بصراع المنتصرين على جغرافيا وثروات المناطق المنكوبة بفعل احتلال هذا التنظيم المتطرف أقصد بها مناطق العرب السنة والأقليات والمنتصرين هم الشيعة والكرد هذا النوع تنبأت له معظم مراكز الدراسات التي تراقب الوضع عن كثب لكنها كانت ترى أن حدوث مثل هكذا أمور ينتهي أو حينما تكون هناك وحدة وطنية بالضد من هذا التنظيم المتطرف لكن تبين أنه لا تزال بغداد وأربيل ومن في معيتهم من المنتصرين هم باتجاه تعزيز سلطاتهم وثرواتهم دون المبالات في موضوع النصر على هذا التنظيم المتطرف إكمال إخراجه من الحويجة إخراجه من راوة وعانة والقائم هذا الخسار الأكبر أو الخاسر الأكبر هم الأقليات والمناطق المنكوبة بفعل احتلال هذا التنظيم الإرهابي السياسة في تصعيد وخاصة الإعلام السياسي أخذ بتصعيد تلك التصريحات البعض بدأ يستعمل هذه التصريحات لإثارة الفتنة المسلح لكن لا يزال المجتمع الدولي واعي ومراقب لاحتمالية أن تقع هناك احتكاك مسلح مع أنه سوف يكون محدودا ومسيطر عليه لكن يبقى هذا الاحتكاك يسبب ما وراءه من نعرات طائفية وقومية تفسد على الأخوة الأكرار الذين يتواجدون في مناطق جنوب المناطق المتنازع عليها وأيضا تفسد على الأخوة العرب الذين يتواجدون في مناطق إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بالتالي الخاسر الأكبر ليست الأحزاب السياسية التي تشنج هكذا مواقف إنما المواطن والبرية والطبق الوسطى من كل أطراف الخصومة هم من يقع عليهم هذا البلاء وربما يتهور البعض من الفصائل سواء كانت الملتحكة ببغداد أو الملتحكة بكردستان إلى استخدام السلاح بطريقة سوف تكون لثمة ولوسة في تاريخ هذا الفصيل أو الحزب الذي دفع إلى رفع السلاح من أجل قتال قومي أو من أجل نبذ الحوار الحوار ثم الحوار هو الوحيد لحل هذه الأزمة والمشكلة والوساطات اليوم أصبحت هي من دول إقليمية كبرى ومن دول وأمم عظمى تفرض رأيها بالطريقة التي تراها مناسبة سواء كانت في الضغط الاقتصادي أو حتى الضغط السياسي كردستان لن تنال شرعية لهذا التصويت ما لم تكن هذه الشرعية أممية أقليمية وبالتالي ليس من مصلحة كردستان أن تكون دولة بلا جيران دولة بدون جيران تعني دولة بجدران وهذا لن ينفع كردستان وأيضا كردستان بدون حقول نفطية التي هي لا توجد في كردستان توجد في المناطق المتنازع عليها لن تستطيع الاستمرارية بمعزل عن بغداد وأيضا مع تخوف إيران أن تكون في جوارها منطقة فيها قواعد أمريكية تهدد أمنها أيضا فيها تحفيز لكردستان إيران وكردستان تركيا على القيام بأعمال مماثلة لا أظن إلا أن تكون مجازفة هي غير ملزمة وليس فيها ما بعدها إلا الضرر للأحزاب الكردية التي تغامر بمثل هكذا في هذا الوقت واضف إلى ذلك أزمة جديدة اليوم متمثلة بإخالة محافظ كاركوك تفجر المواقف أكثر السؤالي هو كيف تنظر إلى هذا الموضوع أليس نجم الدين كريم هو الذي كان يرفض حضور اجتماعات رئاسة الوزراء وحتى لا يرسل نائبه أيضا ولم يكن هناك التزام بقرار المحكمة الاتحادية بموضوع رفع العلم الكردي في كاركوك حقيقة الوسائل الديمقراطية والوسائل القانونية الدستورية التي اتخذتها اليوم بغداد بمعية البرلمان الاتحادي لا شائبة عليه وبالتالي على نجم الدين كريم عليه أن يستجيب إلى هذا الوضع فإن كان معترضا فهناك محكمة اتحادية إن كان له حق يعطى وإلا فعليه أن يلتزم بالقانون ما يجمعنا في هذا الوطن هو الدستور هناك اعتراضات عليه أو لا توجد اعتراضات عليه هذا لا يعني شيء ينبغي أن نلتزم به حتى يتم تصحيح ما يعترض عليه أو نقبله كما هو لضبط هذه العلاقة بين هذه القوميات المختلفة المتعددة وبين هذه الطوائف وهذه المذاهب المختلفة إن كان يسعى إلى أن يبقى في موقعه كمحافظ بوسيلة ديمقراطية عليه أن يستجيب لقرار برلمان بغداد والذي هو بتوصية من المجلس الوزراء الاتحادي الذي هو قراره ملزم ولم تنقضه المحكمة الاتحادية خاصة في هذا الموضوع أما أن يذهب إلى تصريحات فيها نوع من التمرد ربما يدفع المتعاطفين معه أو أنصاره إلى حمل السلاح بالضد من قوات عراقية متواجدة قريبة من المناطق المتنازع عليها هذا سوف يحسب عليه وبالتالي يكون هو ضمن من خرق القانون ويعاقب على ذلك في المفترض بعقوبات قانونية منها حمل السلاح بالضد من القوات النظامية كيف تفسر سيد هشام موضوع تجزئة القرارات الخاصة بالمحكمة الاتحادية بين العرب والكرد هناك بعض المواضيع من قبل المحكمة الاتحادية تعتبر بأنها مقدسة وبعض القرارات لا يؤخذ بها حتى لو جئنا على ذكر الدستور الكرد يطالبون بتطبيق المادة 149 وهم يعارضون ما تحدث عنه البرلمان أيضا بخصوص بعض مواد الدستور المعارضة لموضوع استقلال كردستان المادة 143 و149 وأيضا المادة الأولى من القانون كيف تقرأ هذه التجزئات والانشطرات في المواقف السلطة القضائية في المحكمة الاتحادية هي سلطة مشتركة بين كل ممثليات وكل أقليات ومكونات الشعب العراقي والكل لديه من يمثله في هذه السلطة العليا وهي حاكمة على الدستور وليس الدستور حاكم عليها وبالتالي حينما يختلف الدستور مع القانون مع تأويله مع تفسيره أو فقه المادة القانونية تلجأ الأحزاب المختلفة المتضررة والمنتفعة منها من هذه الصياغ إلى المحكمة الاتحادية وعليه الكل أن يستجيب لها التمرد على المحكمة الاتحادية أو التمرد على سيادة الدولة العراقية أكثر ضررا من التمرد على الدستور الدستور ربما يخضع على التأويلات وإلى الفقه الذي يتناقض بتناقض الأفهام لكن محكمة الاتحادية هي تعتبر المرجح والجازم في مثل هكذا أزمات وينبغى أن يصار إليها كيف ترى مستقبل كاركوك والمناطق المتنازع عليها؟ بالحديث عن الاستفتاء بالحديث عن نشر قوات أمريكية بالاتفاق مع القوات الكردية في مخمور لا أعلم ملغية منها ربما لضرب السلطات في الأقليم دقيقة ليس هناك خيار حلو لهذه المناطق المتنازع عليها التي تبدأ من أقصى المنطقة الشمالية الغربية لنينوى وصولا إلى المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة وسط 1080 كيلومتر وتنتشر معها وحولها ثلاثة أقضية مهمة وأكثر من 34 ناحية ومئات القرى هذه المنطقة سوف تعاني وكل الخيارات المطروحة ليست بالخيارات الحلوة معظمها ربما تصنف إنها مرة إما أن توجد قوات أممية كالتي تتواجد في لبدان هي لمنع النزاعات والخصومات وهذا حقيقة يضر بسيادة العراق خاصة بغداد سوف ينكد عليها إن قبلت بهذا الحل كذلك كردستان خسارتها لمناطق المتنازع عليها تعني خسارتها ما لا يقل عن مليون مؤيد ومناصر لكردستان في شمال العراق وأيضا خسارتها لما يعرف بالثروات النفطية والثروات المائية والأرض الخصبة المناطق المتنازع عليها فيها من الثروات ما تستطيع إن حصلت عليها كردستان أن تستقل بدولة لا يعني لها شيء واتصالها مع بغداد أو المحافظات التي تقع في جنوب كردستان لكن حينما تمنع من هذه الثروات كردستان لن تستطيع أن تصمد طويلا مع هذا التدهور الاقتصادي وأيضا مع حصار الجيران شكرا لك على هذه المشاركة الخبير الأمني للسراتيجي هشام الهاشمي الحصاد مستمر من الشرقية نيوز قال النائب عن اتلاف دولة القانون حيدر المولى إن أي تصرف أو قرار يصدر من محافظ كاركوكا المقال نجم الدين كريم سيعد غير قانوني بعد قرار إقالته وأكد المولى لبرنامج موشات أحمر أن قرار إقالة محافظ كاركوك صدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه الحقيقة القرار الذي صدر هذا اليوم من مجلس النواب هو قرار دستوري وقرار شرعي جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية من السيد رئيس مجلس الوزراء بسبب تعرض وحدة محافظة كاركوك إلى الخطر بسبب تصرفات السيد المحافظ وبالتالي أصبح هذا القرار بعد أن تم التصويت عليه هذا اليوم نافذاً اعتباراً من تاريخ التصويت عليه وعليه أي تصرف يصدر بعد الآن من قبل السيد محافظ كاركوك فهو تصرف غير شرعي وغير قانوني ما تحدث به السيد المحافظ هذا اليوم هو ردة فعل طبيعية بسبب انتهاء وجوده السياسي في محافظة كاركوك وعليه أن يغادر منصبه وأن يتولى مجلس محافظة كاركوك فتح باب الترشيح لمحافظ جديد يكون على عادقة وعلى مسؤوليته يحفظ أمن المحافظة ووحدته أولاً القانون الذي صدر قانون 21 ألغى كل القوانين السابقة وبالتالي قانون 21 يسري على كل المحافظات العراقية نعم لم تجرى انتخابات في محافظة كاركوك بسبب وضحها الخاص بسبب تنوحها وتعدد قومياتها وتعدد الناس الموجودين بها ولكن هذا لا يمنع من أن يطبق القانون عليها ثم أن هذا القرار الذي صدره هذا اليوم جاء من سلطتين اتحاديتين هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المسألة الثالثة أعتقد أن محافظة كاركوك والكل يعرف مرتبطة بالمركز هي غير تابعة لإقليم كردستان وبالتالي ما يزر من المركز يسري على محافظة كاركوك باعتبارها جزء من العراق ولا يحق لأحد أن يتحجج بقوانين هذه القوانين أصبحت غير نافذة بسبب قوانين جاءت ونسخت القوانين السابقة القرار اليوم كان قرار مشترك تنفيذي تشريعي وهو سار المفعول وهذا الكلام الذي نسمعه هو كلام غير قانوني إلى ذلك قال مسؤول تنظيمات الجبهة تركمانية في كاركوك محمد سمعان قال إن إقالة المحافظ نجم الدين كريم لا علاقة لها بالاستفتاء أو برفع عالم كردستان إنما جاءت على خلفية ملفات فساد وتلاعب بالمال العام مثبت لدى هيئة النزاهة من جانبه دع نائبه رئيس الحركة القومية تركمانية عباس البياتي دع محافظة كاركوك وحزبه والاتحاد الوطني الكردستاني لرضوخه لقرار البرلمان كي لا يدخلوا في مواجهة جديدة مع الحكومة اليوم هذا القرار جاء بعد ليست له علاقة بأزمة العلم أو بقرار الاستفتاء الذي جريه في مجلس محافظة كاركوك وإنما تابع لأمور فساد إداري منذ السنوات هناك إهدار مال العام في مدينة كاركوك انتهاكات بحقوق المواطنين زرع الفتنة بين مكونات الشعب العراق في مدينة كاركوك نحن في أجابة تركمان العراقية نطالب بإعطاء منصب المحافظ لشخص نزيه يستطيع أن يكون محافظا لكافة مكونات الشعب العراق وليس محافظا لحزب معين فسيد محافظ كاركوك تصرف طيل فترة توليه للمحافظة كان تصرفاته فردية تسلطية فرض نفسه على كل شيء بحيث أنه يتصور ورقة تأييد سكن لمواطن لا يحق لهي صلاحية مختار منطقة لا يصدر إلا من مكتبه فهذا التصالد وهذا التفرض في الحكم ولدى امتعاض لدى المواطنين تركمان ولدى أهل كاركوك عامة نتحول إلى شأن آخر حملت هيئة الاستثمار في البصر عددا من الوزارات مسؤولية التراجع المتردي للاستثمار في المحافظة بسبب الإجراءات الطردة للمستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب وقال مسؤولنا ومختصونا أن الإجراءات الروتينية المعقدة عطلت عجلة الاستثمار في البصرة إلى جانب النزاعات العشائرية الدامية التي لها الأثر الكبير أيضا في تراجع الأمن وبالتالي تراجع فرص الاستثمار مرسلنا حسن صباح والتفاصيل يعد الاستثمار من العوامل المهمة للنهوض بالقطاع الاقتصادي لكن محافظة البصرة أو العاصمة الاقتصادية للبلاد لا زال الاستثمار فيها يعاني من شلل نصفي بسبب الإجراءات التي توصف بالطاردة للمستثمر وبالخصوص المستثمر الأجنبي الاستثمار هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد ولكن في العراق الاستثمار لا يوجد بيئة جاذبة الاستثمار إنما في العراق يعتبر بيئة طاردة استثمار بسبب العرقلة والروتين الموجود هيئة الاستثمار في المحافظة حملت بعض الوزارات مسؤولية عرقلة المشاريع الاستثمارية من خلال إجراءات وصفتها بالمعيقة وأبرز تلك الإجراءات هي ما يتعلق بوزارتي المالية والخارجية وقوف بعض أو وجود تقاطعات أو وقوف بعض دوائر الدولة كطرف معيق يعني بقصد أو بدون قصد أنا تحليلي أقول لعدم فهمهم الفهم الصحيح لقانون الاستثمار اللي ربما هم يحبون أن يكونون بجانب الأمان وعدم مقوع بالخطأ وتعالي المحافظة الاقتصادية بين الحين والآخر من نزاعات عشارية دامية ساهمت بتراجع حركة الاستثمار بشكل كبير بحسب مراقبين من محافظة البصرة للشرقية نيوز حسن صباح وبهذا نتيجل اقتام حصاد الليلة ليلة هادئة شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء